26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6 ملايين و 500 ألف ريال عماني وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدة قطاعات تجارية وصناعية وزراعية وتعليمية توزعت على محافظات مسقط وشمالي وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بمساحة جمالية تبلغ أكثر من 621 ألف متر مربع وقعنا تقريبا 15 عقد انتفاع في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية تقدر بقيمة 4 مليون ريال عماني في مختلف محافظات للسلطنة متركزة في زراعة الخضروات في تربية الدواجن في تربية الماعز زراعة الأعلاف عقود الانتفاع مختلفة باستعمالاتها الزراعية والتقارية والصناعية بمساحة أكثر عن 621 عقد مساحة متر مربع تشمل على استخدامات مختلفة تضمن خمسة محافظات في السلطنة بقيمة استثمارية تجاوزتها 6.5 مليون ريال عماني تأتي عقود الانتفاع بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة نحو الاستثمار الأمثل للأرض وتعزيز العائد الاقتصادي وتعظيم الإيرادات من الأراضي الحكومية إضافة إلى تلبية الاحتياجات في المحافظات وتقديم فرص استثمارية متنوعة تناسب الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والمؤسسات بداية المشروع رح يكون إن شاء الله في الشهر 6 وحاليا الحمد لله بدينا في الخرائط والباقي الإجراءات والحمد لله إن شاء الله رح نبدأ في بداية 6 ونمتوقع نهاية المشروع رح يكون في 2025 المشروع عبارة عن مدرسة خاصة رح تغطي ولاية السيب بشكل عام وهذا رح يكون الفرع رقم 28 لسلسلة مدارس الطالب الذكي الخاصة تكلفة المشروع المتوقع حوالي 3 مليون ريال عماني ننتم الاتفاق مع وزارة الأسكان وتخطيط العمراني بضم هذه الأراضي الخاصة بالمؤسسات السرعة والتوسطة إلى منصة تطوير ومن ثم يقوم طبعا صاحب المؤسسة الصغيرة متوسطة باستثمارها وبالمزايد عليها واستهلاكها أو استثمارها بالشكل الأمثل حيث أنه هذه الأراضي بحق الانتفاع طبعا تقوم بسلسلة من الإجراءات من حيث توقيع الأرض ومن ثم تكون فيها فترة سماح لمدة سنة إلى سنتين لإقامة المشروع مثل متابعة من قبل الهيئة ووزارة الأسكان بالضبط هذا وجرى طرح أكثر من أربعمائة مزاد هذا العام في شتى المحافظات ضمن منصة تطوير وطرح مائة وست وعشرين فرصة استثمارية لمشاريع صروح محطات الوقود القطاع الزراعي والحيواني والسمكي قطاع التعليم وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى طرح أكثر من ثلاثمائة موقع استثماري ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة